موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبابكم من جديد في قناة شهوات سهلة وأفكار مفيدة في هذا الفيديو سوف نجد واحد الكيك بطريقة سهلة وهذا كيك تكون محشي بحشوة ديدة كما ترون هنا في الصورة يأتي منظر جيد وماذا قرائع قبل أن نبدأ إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة لا تنسوا الضغط على زر صابوني والضغط على زر إعجاب للفيديو إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا أيضا تفعيل الجرس لكي تصلوا بجديد القناة سوف نبدأ على بركة الله سوف نحتاج في هذا الكيك كمقادير كس الحليب كس السكار كس الزيت و معلق الخل بالنسبة للكس هنا كس متوسط 100 ملل سوف نحتاج أيضا بيضات و أكياس بيكين باودر أو الخميرة الكيموية مع كيس الفاني جوج علب اليوغورت يكون علب صغار هذه من فئة العلب درهم والذي عندها علبة جوج درهم تديرها تدير واحدة و تدقيق هذا بالنسبة للكيك أما بالنسبة للحوشوة سوف نحتاج تفاحات متوسطين كمية من كوكو مهرمش و كمية من تمر مقطع طريفات صغار تمر يكون نوعية جيدة و لدينا أيضا سمع القاة صغيرة و مع القاة الدقيق و مع القاة الدقيق و مع القاة الدقيق و مع القاة الدقيق سوف نبدأ سوف نجد الكيك هو الأول سوف نأخذ إناء و سوف نضع فيه البيض مع كيس الفاني مع كاس السكار نخلط هذا العناصر مزيان سوف نسجم مع بعض نطربه جيد سوف نبدأ الخلاحة يقوم بالأبيض و نضيف على كاس الزيت و نطربه جيد سوف نجملنا الزيت مع الخلاحة و نضيف خلص الحليب مع جوج اليوغورته انها استعملت يوغورت صغير درهم بنكهة الفاني قدروا تعوضه بواحد كبير بنفس النكهة من بعد ما ينسجم لنا الخالط مزيان سنبدأ نضيفه شوية بشوية نضيفه الكسل ونخلطه مزيان ونضيفه الكسل الثاني ونضيفه الكسل الثالث سنضيفه شوية بشوية سنحصل على الكتافة اللي بغيت دي الخالط كملت هنا الكاس الثالثة ديالتقيق يعني الكيك هزلي ثلاثة ديالتقيق نفس الكاس بشعبرت المقادير الأخرى الكاس تهز مية مليلي لتر سنضيفه الكيس من الخميرة الكيموية جوج أكيس من فئة 8 جرام يعني المجموع 16 جرام من البيكن باودر نخلطه مزيان تنسجمه مع الخالط ونزيده علي جوج معلقة الخل نحاول ندخله شوية بشوية الضور ديال الخل في الكيك هو انه تيخليه يكون كيك اسفنجي ما تيكونش معجن تيكون خفيف وتيساعد الخميرة الكيموية باش تطلع الكيك سوف نجيبه المول اللي غنطيبه في الكيك ندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق المول حسب الاختيار نقدره نديره مول مربع مول داير مول مستطيل اللي كانت توفر عندنا انا استعملت هنا يغيط نجرة ودهنتها بالزبدة ورشيت عليها الدقيق استعملت هذه الطنجرة حيث تطيب الكيك على خطره حيث ستكون فيه واحد الحشوة بغيتو ياخد الوقت الكافي في الفران باش يطيب على خاطره وميجيش مع جنب ذيك الحشوة اللي فيه سوف ندخل هذا الكيك على جنب وسوف ندوزه نوجده الحشوة خديت هنا يجوش تفاحات من بعد ما قشرتهم ونقيتهم حكيتهم على شكل طولي وزيت عليهم هنا الكوكو المهرمش تقريبا كاس الصغير الكوكو مع كاس صغير التمر يكون مقطع طريفات صغار يكون تمر نوعية جيدة باش يدوب لي نملي طيب الكيك غادي نحاول هنا ينفرت التمر باش يجي نقاع في القطاع ديال الكيك وزيت معلقة ديال السكار ونص معلقة صغيرة ديال القرفة ومعلقة ديال الدقيق غادي نخلط مزيان هاد الحشوة تتايدو بلينا في هادك الدقيق وغادي نحاول نوزعها على الوجه ديال الكيك ملاحظة مهمة بالنسبة لهاد الحشوة ممكن نعوده معلقة ديال الدقيق بالنشا انا عادة تنذيرها بالنشا غادي هاد المرة مكانش متوفر عندي ودرتها بالدقيق غادي نحاول نفرقه مزيان هاد الحشوة على الكيك حتى نقطع الكيك اي قطعة اخذينها تلقى فيها الحشوة من بعد ما تنساليو تندخلو هاد الكيك الفران يكون ضيجة سخون وشعلة لاعافية مهيلة وتنخليوه يطيب على خاطره ويتتحمر عاد نخرجه وهذا هو الكيك من بعد ما خرجناه من الفران تهبط لنا الحشوة تتجي وسط الكيك والوجه ديال الكيك تتجي مستوي تنخرجوه وتنخليوه يبرد وتنحيدوه من المول وانا هنا يدهنته بالشوكولات تقدروا تزينتي بختياري تقدروا تدهنه بالكونفيتير وتزينه بالكوك او لأي حاجه كانت متوفرة عندكم انا دهنت بالشوكولات وخليته عليه التعداب ورشيت عليه الكوكو والمهرمش هذه هي النتيجة النهائية للكيك وفي نفس الوقت تبينه في هذه الطريفات وطريفات التمر وطريفات التمر سوف نقطع لكم هنا يطريف لكي ترى الحشوه كيف تأتي داخل الكيك دقيق دقيق اللي قدرنا مع الحشوه ما تيخليهاش تهبطها تتجي وسط الكيك وكتجي زوينة نتمنى ان الفكرة تكون عجباتكم وعجباتكم على فيديو حاجة مهمة حاجة مهمة هو انه تنخلي هذا الكيك يبرد عاد نقدرون تناولوه باش تاخد الكريمة والحشوه اللي فيه الداخل الوقت ديالها وتبرد ما تنسوش الضغط على زر جيم والاراء ديالكم في التعليق ولكنتو اول مرة كتزوروا القناة او لك تصدفوا القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس شكرا لكم على المتابعة وانتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة